في وقت لا تزال فيه عملية فرز أصوات الانتخابات متواصلة في العديد من الولايات الحاسمة إلا أن ترامب أعلن فوزه وطالب بوقف احتساب الأصوات في خطوة قد تزيد من حدة التوتر في الولايات المتحدة وتنظر بأزمة دستورية قادمة ولا تزال عملية فرز الأصوات متواصلة لمعرفة نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن مع توقعات بأن تستغرق عملية الفرز أياما وإلى غاية اللحظة تشير نتائج الأولية التي نشرتها وسائل الإعلام إلى فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في 23 ولاية بينها الولاية البارزة وهي فلوريدا وتكساس وأوهيو وأنديانا وكنتاكي وميسوري وكلها ولاية فاز فيها في 2016 بينما فاز منفسه الديمقراطي جو بايدن ب20 ولاية بينها ولايته دي لاوير وولايات كبرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وكذلك العاصمة واشنطن ويتطلب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 من كبار الناخبين في الهيئة الناخبة وكما طلب بشكل مبهم جدا بوقف فرز كل الأصوات مؤكدا أنه يعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر